أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي أن الدولة قطعت شوطا طويلا لتوفير بنية تحتية داعمة لتطوير تكنولوجيا المعلومات وجذب الاستثمارات وخلال لقائه وزير الرقمناء الياباني كونو تارو استعرض عبد العاطي سبل الدفع بكافة المجالات للتعاون أثنائي بين الجانبين المصري والياباني من جانبه أعرب الوزير الياباني عن تقديره للمصاري الإيجابي والمتميز للعلاقات المصرية اليابانية خلال السنوات الماضية وحرس على الاستماع لتقييم وزير الخارجية بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة وجهود الوساطة المصرية من أجل وقف إطلاق النار ونزع فتيل الأزمة تفاديا لتوسيع رقعة الصراع في الإقليم منوها إلى تقدير الجانب الياباني لدور مصر المحوري في المنطقة